امبارح للأسف تعرض لإغماقة فحصل بعد الإغماقة أنه رأسه تخبطت فنقل المستشفى امبارح وما زال في المستشفى حتى الآن عرفنا وشوفنا صورة نزلتها حرمه على الانستجرام بتطلب فيها من المتابعين أن هم يدعوا لمؤمن زكريا اللي كانت صورة الحياة حزينة جدا وحياة أن تعاطف المصريين مع مؤمن زكريا دام طوال الفترة الماضية بسبب ظروفه الصحية ودعوتنا دائما مستمرة لللاعب لكن اللي جد النهاردة هو الإغماقة التي تعرض لها وبناء عليها لم يتضح حالة مؤمن زكريا ولكن من تواصلنا مع المقربين من مؤمن زكريا اللي متواجد في المستشفى دلوقتي فتعاملت أشعة وهتتعمل أشعة بكرا إن شاء الله تظهر نتيجتها غدا صباحا ويسمح له بإذن الله بعدها بالخروج في حالة الاتمنان عليه وإن كانت الحالة مستقرة وغير مقلقة مليون سلام عليك يا مؤمن قلقنا عليك لكننا هنفضل بإذن الله ندعي لك لحد ما إن شاء الله تقوم بألف سلامة وبدلا من الصورة اللي على الشاشة دلوقتي تكون معروضة نشوف الصورة اللي على يساري هي اللي موجودة بتشيرت الأهلي أو بتشيرت أي مكان وإنت في الملعب بتواصل إبداعك اللي وحشنا جدا خلال الفترة الماضية مليون سلامة على مؤمن لكن بطمنكم إن شاء الله الحالة مش مقلقة بالدرجة اللي الصورة أكيدنا قالت هلنا لكن مليون سلامة عليك وإن شاء الله ترجع بألف سلامة وربنا يطمن أهلك وحبيبك عليك يا مؤمن زكريا